انظروا إلى الآباء الذين تكفلوا على التربية وتربية أبنائهم لحب الوطن كيف سنقنع أبنائنا وكيف سيقنعون أبنائهم بعد الآن أن هذا الوطن منبسا للأحرار ومشرقا للألواع كيف لنا أن نتقى بعد الآن في شيء اسمه الدولة كيف لنا بعد الآن أن نتقى في محض جمل متراصة مكتوبة وسموها قانون والحال أننا اكتشفنا أنه قانون يحمي الأقوياء أن هذا القانون يحمي الأقوياء يحمي الأقوياء ويزور على الثعافات اليوم جاءت السلطات الأمنية بحجة أن هنا الوقفة غير مرخفة نعم نتفهمت الأمور لكن نريد أن القانون يطبق على الجميع لماذا السادة المحامون حينما كانوا يحتجون ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر فقط على الدعافاء. تضح بالملموس انها في القانون. ما هو الى اضحوك يضحك بها الاقوياء على الدعافاء. ساد المحامون حينما كانوا يحتجون هنا. لم يقديموا اي تخيص. لانه لا وجود لأي نص قانوني في ترشاه ترسال تشريحي المغربية. ينص على ضرورة تقديم تخيص. وحق سوري. كما ينص على ذلك الفصل سعيد الشريح. وعلى قول مشرير على ضرورة صدور قانون الخضيمي. والقانون الخضيمي لسنا نحن المسؤولون عنه. بل نواب الامة في هذا المكان المقدس. الذي ذنسه. كل مغيناه يكون يكون. كل مغيناه يكون يكون. هاد المكان. الخداسة فيه تكمل. في انه يعبر عن الديمقراطية كارقما فوصل اليه الفكر البشر. ليست في خداسة دينية. في خداسة انسانية في محافظة. اليوم نحضره له هذا المكان. لكي نحتج على الضر. الذي بالفعل اباني السيد وزير. انه هناك مغربي. وكأنه اعادنا الى الضاهر البرباري الصادف الف وتسعمية وثلاثة. ويا وربي يا جبل. والجميع لا تهار. والجميع لا تهار. والطلائب لا يهار. لا تهار. والطلائب لا يهار. ويا وربي يا جبل. ويا وربي يا جبل. ويا وربي يا جبل. والطلائب لا يهار. مشبوعة. هنا تحييز مشبوعة. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو. اضغط على زر الإعجاب. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي مرحبا بك